انا اسمي يتي حيات وحتى انا جيت نعود لكم حكايتي باش ما تبقىوش تيقو وما يوقعش ليكم اللي وقعليا والطيحو في نفس الغالاط ديالي بسبب تيقتي والطيبوبة ديالي وقلبي الكبير خسرت راجلي وداري راجلي كانت حكايتي معاه حكاية اللي كنا عايشين قصة ديال الحب الحب تعب الصح لدرجة العائلة كلهم كانوا كيقولوا ما كينش راجلي بغي مرتو قد ما كيبغيني راجلي كنا عايشين في سعادة دوجت بيه وانا صغيرة وكيف قلت لكم عشت معاه اجمل ايام حياتي وعمرنا متخاصمنا ولا كانوا بيناتنا المشاكين ما عاد شوية ديال المناوشات هدوك كان اعتبرهم عاديين ماشيش حاجة اللي كبيرة كنا ساكنين مع دارهم بقينا ساكنين معاهم مدة ديال تسع سنين وفي هاد المدة رزقنا الله الوليدات وكان راجلي مهال لي فيهم وكل شي كيد ربيه المثال في التربية وما منقصنا من والو كان نعمة الزوج والاب وبقينا عايشين بيه خير وعلى خير حتى الوحد النهار خرجت لنا الاستفادة ديال بارتمات حيث كنا فيتي اللي ندفعنا ليهم المهم انا كنت فرحت بزاف اخيرا غدا تولي عندي داري حتى انا وناخد حريتي مع راجلي وولادي ونحيد من تحت الضغط وما نبقاش مع دارهم وراكم عارفين اي مراكة تبغي دارها بوحدها وبالاخص الى كانوا ولادها كي ينعسوا معها في نفس البيت وكنت صابرة احتجى الفاراج وصافي بيزربوا وبالفرحات علية جمعت الليد جمع من حويجنا ومشينا العمارة اللي اعطاونا فيها البرت مدياننا وكننا احنا اول وحدين غادي نسكنوا في العمارة كلها ومن بعد عاد باش بدوك يجي والناس يسكنوا ايوة وجات واحد جارتي ثكنات قبالتي كانت مرا مطلقة وعندها ولد وبنت والولد كانت عندوشي 24 سانة والبنت 15 سانة ومهم كانت مريضة لدرجة انها واحد المرة مرضات وشدات الفرش خمس شهور ما ناضط كانت مرة صحيحة ومرة مريضة علاقتي بيهم في اللول كانت في حدود السلام السلام ما كان دخلوش عند بعضياتنا مهم جورتنا في حدود حتى واللات كتجي عندي بنتها والدقة عليا وتسلف من عندي شي حاجة لخصاتها للدار واللات قولي ينت سخرليك إذا كانت غادت تقدي لأمها المهم أنا كان راجلي كيخرج من الصباح ما كيرجح تلعشية والدراري ما كنش نخليهم يخرجوا بوحدهم طافي من اللي وليت من تجارة كتجي عندي وتسويني تنقولي هذا الشي اللي خاصني وهكا كبدت علاقتي بهم ولينا كندخلو عند بعضياتنا ونجمعو نناكلو ونشربو وانا كنت كنمشي عندهم اللي ما كيكونش والدجارة المهم علاقتنا بقات مزيانة ولكن البنت واللات كتجي ودخل عندي وخاي كون الوقت ماشي مناسب كتجي وكتدخل ومشات أيام وجات أيام ودازو تقريبا شي ربع سنين وحنا هاكا وصافي والدجارة قرر يتزوج وتزوج ووقفت معهم بحلة واقفة مع أخويا وله واحد من العائلة من اللي تزوج ودازو شهور على زواجه وحنا علاقتنا مازالة هي هي ندخلو نخرجو نجمعو مع بعضياتنا ولكن كانوا مشاكيل مع بنت الجارة ومرات أخوها ولو كيتداحسوا وكلا نهار كيتسمع قواتهم في العمارة وبالجهد وبكترة صداعو المدابزة ديالهم خوهاو اللي كيدافع لمراته وكيدرب ختوه على قبل مراته وبقاو بحال هاكا كيدربها واحد من نهار تخاسمات مع مراته وكيدربها ضرب خيب وهي تهربو جات عندي للدار هربات منو لحقاش تكرفس عليها بزاف خلا قاعل حمها زرق وانا من اللي شفتها هاكاك بقات فيها ولكن ما عندي ما ندير لها وما نقدرش نهدر مع أخوها ولا ندخل بيناتهم لحقاش عندي العلاقة غير مع البنت امها ووخاكا تهدر الأم حتى حد ما كيدير برايها ومن اللي شفتها في هاديك الحالة قلت لي ها هانتي بقا يتجي عندي للدار باش تفادي المشاكيل معهم واصلا الراجلي كيكون خدام في النهار وانا كنكون غير بوحدي وصافي بقات كتجي عندي وخا ما يكونش بينهو بينخوها ومرتو الخصام كتجيه في اي وقت وخا يكون راجلي في الدار وقلت ما شي مشكيل الراجل عندي بعقلق وغادي تفهم والبنت صغيرة نعتبرها بحال بنتي وما كنتش ديرة بحسب اي حاجة اخرى كنت على نيتي بقى الحال على ما هو حتى وليت كاللاحظ وكنشوفش حاجات ولكن ما كنتش كندير في بالي وكنقول اعودو بالله من الشيطان الراجيم غير توسويس هادا ديال الشيطان بغيش بدلي يصدع مع راجلي راجلي كاي بغيني وبناتنا الطيقة و هي كل شي ولكن كن غير صدقت احساسي المهم بقيت البنت كتجي من اللي كيجي راجلي وتاكل ودقلس معانا انا وياه وما بقيتش كناخد معاه راحتي وبقيت علانيتي حتى جاء النهار اللي غادي يحشو ليه ركابي ويجمعو ليه كل شي جاءت البنت وقالت باللي راها حاملة ايه كيف كتسمعو حاملة ومنا راجلي كيف هاش وامتى ووقت هاش وش حال من حاجة جاءتني في راسي وما بقيتش عقلة على راسي حتى فقط لقيت راسي في سبيطار ومن اللي جاء راجلي وخرجني واخداني للدار طرق كاملة وانا كنفكر في هاد الشي اللي وقع وانا ما جاي بالدنيا خبار وما عرفتش حتى من امتى هاد العلاقة بيناتهم سكت وما هدرتش وما قلت والو جاءتني بحل صدمة ومن اللي دخلت للدار لقيت البنت فيها ايه بابو حطوني قدام الامر الواقع قال لي يا البنت راها حاملة واللي يفكر شارعه والدي وانا غادي نزوج بيها سوى بغيتي ولا ما بغيتيش وما نقدرش نتخلى عليها ما درت احتردت فعل بقيت مصدومة وكانشوف وتأزمت بزاف لحقاش ما خرجتش دك الشي اللي في قلبي وبقيت انا على هاد الحالة وهو ما نادو يوجدو بش يتزوجهم ايه كيف كتسمعوا راجلي اللي عمري تغيرت معاه وكان كيموت عليا وتزوج بيها والمصيبة الكبيرة انه جابها سكنها معايا في نفس الدار سكننا مع بعضياتنا وفي هاد اليامات الكحلة اللي دوزت تمنيت حاجة واحدة هيكون كانوا والدية ما زال في الحياة نهز ولادي ونمشي عندهم لحقاش ما كينش اللي هزني غيرهم ونخلي ليه كل شي ولكن ما عندي ظهر وما عندي لحنين لرحيم اللي نحط عليه الراس ماتوا مساكنوا خلاوني ومن اللي سكنها معايا بزز عليا واللي نفس داعوا المشاكيلي لحقاش الضرة دخلت ليكها للمج هداء وداير القرون وبغا تدير فيها مولات الضار وانا اللي جيت عليها الضرة وبغا تتحكم فيها وتقامرني ولكن انا فقت ليها وما بقيتش كيف كنت وجمعت راسي وولتي لقالت كل ما كان اعطيهم لها عشرة وولينا مشا الدين ديمة وكتر صداعوا المشاكيل على الراجل وقرر بش يدير لنا كل وحدة ودارها وهو بحرم كافي غير معا دار خدمته غير على قده ايوه نادو جاب الخدامة وهو يقسم لينا الدار من الوسط هي اعطاها نص وانا نص واخا قسم الدار وعطاها نصها بقسمها كي يوصني والليت كتجي تقرب حدا الحيط اللي قسم لينا وتسمعني الهدرة ومن اللي يكون الراجل عندها تبدأ تهدر معاه وتحلون وتضحك بالجهد باش تفقسمي وتسمعني ذاك الشي اللي كيديره والراجل ولا ساكن غير عندها ومن اللي نسوله يقول لي يا راه غير قريبة تولد غير تولد ونجي من عندها وهو كان غير كي يكذب عليها حتى من اللي ولدات هملني وهمل حتى ولاده وضيعني في حياتي كلها وانا بغيت نقول لعيالات كاملين عمركم تدخلوشي وحدة لداركم وخدتكون عندها غير عشر سنين وردوا بالكم ازمان تبدل حيت رانا مقهورة بزاف على راسي ولكن ما عندي ما ندير الى اتطلقت ما كانش فيه نمشي وما كان اللي قبل عليها بولادي ومن جهة اخرى انا بقات فيها الشمتة وما بغيتش نخلي ليها الدار وذاك الشي اللي حاربت عليه من شحال هادي من عام ونخوي ليها الساحة وتبقى غير بوحد هات استمتع بذاك الشي اللي بنيت انا هي اللي جات عليها دارة ودارة الحرام ماشيانا ولكن انا تقتف ربي كبيرة غادي وقف معي ان شاء الله وهادي هي قصتي اشتركوا في القناة لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع الى خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جذبنا اشتركوا في القناة